كابتان أحمد النهاردة الأهلي أمام فاركو الأداء كان جاي جداً الشوت الأول طغير الحال في الشوت الثاني وهدف في الشوت الأول بعده هدف عطول من أول هجمة لفاركو الشكل بشكل عام النهاردة الأهلي وفاركو شفتو زي أول يعني اللعيبة تسهيلة المبركة شوية بعد الهدف ديئة 30 هو مش للشوت الأول لحد ديئة 30 صح أنت المبركة في المتناول الأول بدلين أنت قبل الهدف أنت ضيع كم فرصة؟ أول نص ساعة مضيع أربع فرص فأنت اللعيبة تسهيلة المتش إنت ببقى في الفرق دي أما بجيب فيها جون الفرقة اللي إنت بجيب فيها جون بعد المتش بيبقى عندها اندفاع هجومي عايزة التغيزات لو إنت جاريتهم وسيبتهم هما اللي يركبوا المتش هتخش في مشكلة لازم إنت بعد الجون تغطي جون تاني صح أصيب على المبركة كده انتهت خلاص بالنسبة لي الأهلي عمل العكس هو دخل فرقة فاركو في الجيم أه 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 أساسي المتش أنا كاسبان خلاص ومضع خمس فرص والدنيا سهلة وبوصل كتير فبالنسبة لي المتش بقى سهلة خلاص فدت فاركو اتعدت المتش اتعقرب معهم خلاص بدأت المورة تبقى إكوال لاتنين ده بيهاجم وده بيهاجم والفرقة بتدفع كويس فاركو وقفت فيعني لعبت الأهلي النهاردة ما كانش عندها إن أحرارة بعد الجون لازم فينا أحرارة شوية بعد الجون لازم أنت تعرف إمت النادي الأهلي وإحنا كان الجيل بتاعنا كنا بننزل على الفرقة مجوزين مثلا كاسبانين وحسن عارف واحد واثنين وثلاثة يخش يبنوا شتوني زعق لنا بالضبط يقول اللي أنتو عاملينه ده حسن مرة من اللعب ما ترجي هنا في القاهرة كنا كاسبانين ثلاثة صفر زعق لنا آآ إحنا كلنا استغربنا هو كده يقولك أنت الفرقة دي زي الملاكم كده أنت بتضربه ضربة لو أنت سبتوا فوق تاني هيضربك لازم تديره التاني عشان خلاص يبقى صح طيب